بإذن الله يوم غدا هي المباراة الثانية للمنتخب السعودي بالنسبة للاعبي المنتخب السعودي لا يحتاجون من توصيات ولا نصائح والقائمين بجانب المنتخب السعودي أدون دورهم تبقى كرة القدم فوز وخسارة ما يطلبه كل المحبين من مشجعين من مواطنين من أخوان عرب من لاعبي المنتخب السعودي أن لا نشاهد إلا الأداء في الملعب تبقى كرة القدم كلنا نعرف أنها فيها الفوز وفيها الخسارة لذلك لكم مننا يا لعبي الأخضر مثل ما كان في المباراة الماضية لكم مننا الدعاء لكم مننا أيضا الدعاء يوم غدا إن شاء الله بتقديم مردود إيجابي والانتصار أنتم كمشعل ينار أمام العالم الرياضي لمشروع دولة وليس لكرة قدم فقط مشروع الدولة لتطوير الرياضة للاستضافات أنتم أحد الإضاءات التي تخرج من هذا المشروع إن كتب الله يوم غدا وتأهلت بست نقاط ستسرعون من عملية وصول الرسالة إلى العالم أجمع فيما يخص الرياضة والاستضافات الرياضية وإن لم يكتب أمامكم فرصة أيضا أخرى نطلب منكم فقط العطاء ما أود أن نختم بها الفقرة بالنسبة للمنتخب بالنسبة أيضا للقائمين من الاتحاد السعودي لكرة القدم على الزملاء المستضافين الإعلاميين أو حتى الجماهير الموجودة شكرا لكم أقل ما يمكن أن يقال لمثلا طريق أحمد الصامل وبقية زملاء المستلمين رؤساء الأندية وأعضاء الاتحاد والزملاء الإعلاميين في مكان شكرا لفيصل المسفر وكذلك أحمد الغامدي وبقية فريق عملهم اللي يتابعون الجماهير بكرة أربعين ألف الملعب قاعدين من اليوم يحضرونهم يسلمونهم تذاكرهم مواعيد الباصات حقيقة عمل جبار لا يظهر على الشاشات لكن مردوده في المدرج بشكل كبير عطاء الجماهير ينم عن تنظيم جيد وترتيب واحترام لهم منا الشكر وإن شاء الله يكملون بقية هذا المشوى